يلخص مشهد اقتحام مجموعة من أقارب الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة جلسة لجنة المالية في الكنيست حالة الاحتقان في الشارع الإسرائيلي من الطريقة التي يدير بها رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو الأزمة كما يلخص الشعور السائدة بانسداد الأفق تجاه انفراجة قريبة في ملف الرهائن أهالي الرهائن طالبوا النواب بالوقوف والتحرك من أجل إطلاق صراح أبنائهم على الفور ما دفع رئيس اللجنة إلى التأكيد على بذل كل الجهود حتى عودة الرهائن أتفهم ألمكم وأشعر به وأقول لكم إننا سنفعل كل شيء حتى يعود الأطفال والنساء وإخوتنا جميعا إلى ديارهم في أمان وبالتزامن مع اقتحام اللجنة البرلمانية أغلق عشرات المتظاهرين مدخل الكنيسة وطلبوا باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات وفيما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو اقتراح حماس بإنهاء الحرب وإطلاق صراح الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق صراح الرهائن نفى نتنياهو في عقاب لقائه عائلات المختطفين وجود مقترح حقيقي من الحركة لإتمام صفقة الرهائن فيما يتعلق بالرهائن فقد أعدنا بالفعل مئة وعشر منهم حتى الآن ونحن ملتزمون بإعادتهم جميعا وهذا أحد أهداف الحرب والضغط العسكري شرط ضروري لإتمامها وأنا أعمل على هذه القضية على مدار الساعة ولكن كي أكون واضحا فإنني أرفض رفضا قاطعا شروط استسلام حماس تتزايد الضغوط على رئيس الحكومة الإسرائيلية من أجل الإفراج عن الرهائن في الشارع الإسرائيلية فيما ناقش الكنسة للمرة الأولى منذ بدء الحرب حجب الثقة عن الحكومة جراء تصاعد الغضب من آدائها وللتعليق على هذا الموضوع نضم إلينا من جليل شمال إسرائيل موري سعد رئيس مجلس سيانة وحاجة وعضو حزب الكولة الإسرائيلي ومن تل أبيبي ينضم إلينا عكيفة إلدار الأكاديبي والباحث السياسي أهلا بكم على هواء الحرة سيد إلدار أبدأ معك هل هناك بالفعل خطة مطروحة من الجانب الإسرائيلي لتنفيذها لإطلاق صراحة رهائن سوف أتوقف ربما عند هذه التصريحات التي وردت عبر وسائل إعلام إسرائيلية وذكر فيها نتنياهو خلفا لما يقولون لا يوجد أي اقترح حقيقي من حماس هذا غير صحيح ولكني أستطيع أن أقول أن هناك مبادرة من جانبنا ولن أخوض في التفاصيل قبل أن نبدأ في هذه الإجابة أبقى معي إذا تفضلت وننتقل إلى جون كيربي والبيت الأبيض ثانيا نفرض جولة خامسة من العقوبات على حماس وهي الخامسة منذ هجمات السابع من أكتوبر بالإضافة إلى الولايات المتحدة أستراليا والمملكة المتحدة وأيضا فرضت عقوبات على حماس ونستخدم كل الأدوات المتوفرة لنا لاستهداف حماس ومموليها وأيضا الأنشطة التي تدعم أنشطتها الإرهابية أيضا الرئيس مؤخرا تحدث مع رئيس الوزراء بريطانيا سوناك وتحدث عن ما يجري في البحر الأحمر والحاجة لمقاربة دولية متعددة لإضعاف قدرات الحوثيين وأيضا تحدث عن ما يجري في غزة وأكد على الحاجة للاستمرار في تخفيض عدد الضحايا المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية وأيضا تحدثنا عن احتياجات أوكرانيا الملحة لدعم أولئك الذين يدافعون عن أنفسهم وأخيرا تحدث أيضا علي أن أشير إلى بيان الرئيس اليوم الذي يقر فيه ويأسف على وفاة عنصرين من عناصر السيلز في خليج عدن وهما يحاولون اعتراض أسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن وهذا يوضح مدى خطورة المهمة وأيضا هؤلاء المحاربين الشجعان يواجهون هذه المخاطر كل يوم سعلينا أن نتذكر هذه العائلات التي وصلتها أسوأ الأخبار الرئيس والسيدة الأولى يقفان إلى جانب العائلات وكان هناك تعبير عن المواساة من وزارة البحرية ووزارة الدفاع حسنا جان أود أن إذا أناقش تعليقات الرئيس الأسبوع الفائت حيال مختلف أنماط حل الدولتين عندما قال ذلك هل رأي الرئيس يتمثل في حل الدولتين؟ لن أستبق أين نحن في العملية التي نحاول أن نحقق فيها حل الدولتين الرئيس قال أن حل الدولتين هو أفضل مسار إلى الأمام للشعب الفلسطيني وأيضا للشعب الإسرائيلي وكما قال هناك الكثير الذي يمكن عمله للوصول إلى حل الدولتين ماذا نعني عندما نقول حل الدولتين؟ هناك الكثير من التفسيرات والطرق المختلفة للوصول إلى هذا الحل والرئيس وكما اعتاد دائما كان يتحلى بعقلية منفتحة بخصوص كيفية الوصول إلى هناك خاصة مع النزاع في غزة سنستمر في النقاش مع نظرائنا الإسرائيليين وسنستمر في الحديث مع شركائنا في المنطقة من أجل الوصول إلى تقدم هناك علامة فارقة تساعدنا على الوصول وهي السعي وراء التطبيع بين إسرائيل والسعودية نعتقد أن هذا ممكن كنا نعمل جاهدين قبل السابع من أكتوبر ولا نزال ونحصل على تغنية استرجاعية أو رؤى من حلفائنا في المنطقة بشأن حل الدولتين وهل التقارير صحيحة بأن الرئيس ذكر ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ لن أتطرق إلى دقائق المناقشات بين الرئيس ورئيس الوزراء أعتقد أنه كان واضحا بشأن نظرته إلى المسار الخاص بحل الدولتين والحاجة لبعض المرونة مرة أخرى هذا يتطلب قيادة من كل الأطراف في المنطقة ويتطلب أيضا قيادة هناك كي يكونوا مستعدين للنظر على الحل كما يراه الرئيس هناك على الأقل عمليتين إسرائيليتين اليوم تحصلان في مستشفيات في غزة يعني ما توجيهات الولايات المتحدة لإسرائيل حيال العمليات في المستشفيات؟ لا نريد أن نرى المستشفيات كمناطق حرب نريد أن نراها أو أن نراها كساحات للقتال يجب أن تحظى بالحماية قدر الإمكان وبعد أن قلت هذا نعرف أن حماس وبشكل متعمد تستخدم أماكن مثل المستشفيات لتخزين السلاح وإقامة مقاتليها وإلى حد ما كمراكز قيادة وسيطرة أيضا هناك عب على القوات الإسرائيلية عند القتال حول المستشفيات لديهم الحق في حماية أنفسهم وأيضا نزع هذه الميزة ميزة تخزين السلاح من حماس وكما قلنا نتوقع منهم أن يفعلوا هذا طبقا للقوانين الدولية وحماية الأبرياء والموظفين الطبيين قدر الإمكان إذا شادينا تابعنا معنا هذا المؤتمر الصحفي جانبا من هذا المؤتمر الصحفي لجون كيربي من البيت الأبيض أعود مرة أخرى إلى هذا الحوار وإلى ضيوفي سيد الدار من جديد أرحب بك كنا نتحدث إن كانت هناك مبادرات حقيقية حول ربما إعادة استعادة المحتجزين وإن كانت هناك لماذا لا يتم الأفصاح عنها يعني بكلمات نتانياهو بكلماته الخاصة قال إن هناك مبادرة من جانب الإسرائيلي ونن يتم الخوض فيها الخطة الإسرائيلية كانت دائما أولا أن تتمكن إسرائيل من الإعلان عن النصر إسرائيل ستسمح لقادة حماس يحيى السنوار أن يلقي سلاحه وإذا استطاع أن يجد دولة حكومتها مستعدة لاستضافتهم قطر أو تركيا فإسرائيل ستسمح لهم بالخروج ولكن هذا يعني أن حماس عليها أن تعلن نهاية الحرب مع إسرائيل واستسلام كامل والإفراج عن كل الرهائن ما هي مستعدة لعمله إسرائيل أن تفعل هذا خطوة خطوة وبشكل تدريجي إسرائيل ستفرج عن مجموعة من السجناء الفلسطينيين إرهابيي حماس مقابل مجموعة من السجناء الإسرائيليين بدءا وكما قلنا من قبل مجموعة من النساء والأطفال والآن المزيد من النساء والمسنين والمرضى الذين احتجزوا لأكثر من مائة يوم سيد مودي كيف ترى هذا الطرح أو بعبارات أخرى هل إسرائيل هل هذه الحكومة نتانياهو بالإضافة إلى جالنت على استعداد لاستعادة الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف الحرب ترجيع المخطفين لبيوتهم والعائلاتهم في إسرائيل هذا إحدى الأهداف اللي حطها رئيس الحكومة والطاقم اللي معه اللي بيديروا إدارة الحرب إنه نرجع المخطفين على بيوتهم ولكن للأسف الشديد مع حماس ما فيش مع مين نحكي وما فيش تعاون وما فيش تجاوب لذلك بين يميننا تانياهو حكومة إسرائيل موجودة في وضع صعب جدا بالنسبة لهذا الموضوع خاصة هن بدهم يرجعوا ولكن ما فيش مع مين نحكي ونتفاوض طيب هل الأهداف التي أعلنتها إسرائيل تتعارض مع بعضها البعض هل استمرار الحرب سيد سعد يتعارض مع استعادة رهائل أنا بقولي شيء ثاني هذا السؤال ليه حماس ما هوني بدهم يحافظوا على على أهل غزة وعلى الفلسطينيين طب تعالوا ما هو الكرة موجودة في ملعبكم تعالوا لإسرائيل هذا السؤال يطرح على حماس يعني هذا السؤال يطرح على جانب الآخر ولكن من جانبكم هل هذه الأهداف المعلنة هي تتوفق مع بعضها البعض سيد سعد من ناحيتنا طبعا طيب هل تتفق في هذه الحرب هذه الحرب ضد المخربين حماس داعش ومش ضد المدنيين وهي الغزة طبعا سيد هل تتعارض هذه الأهداف مع بعضها البعض وهل ترى أن ربما ما ذكرته لتو من الشروط التي وضعتها إسرائيل ربما لإنهاء هذه الحرب هي قابلة للتنفيذ من قبل الطرف الآخر من قبل حماس هذا سؤال جيد ولكن فيه تناقض لا يمكن أن تتوقع من حماس أن تفرج عن السجناء هذه هي الورقة الوحيدة في أيديهم أنا لا أبرر ولكن من منظورهم الحرب يجب أن تتوقف قبل أن يعيدوا الرهائن بالنسبة لإسرائيل أنا أختلف مع صديقي أن الإفراج عن الرهائن هي في رأس الأولويات في مجلس الحرب هناك رؤساء أركان السيد بني جانس وغادي آيزين كوت قال في السجل أن الأولوية الأولى لإسرائيل هي الإفراج عن الرهائن فكري في الشابات اللواتي تم الاعتداء عليهم جنسيا وفي خدمة المتشددين من حماس البعض أخذنا إلى الأنفاق وفقدنا أيدي أو أرجل ولا أعرف ما إذا كنا على قيد الحياة كيف يمكن لإسرائيل أن تعلن الانتصار إذا استعدنا 130 جثة وبعد أكثر من مئة يوم لا أتوقع من الكثير منهن أو منهم أن يعودوا بصحة جيدة الكثيرون منهم عانى الكثير والحكومة الإسرائيلية خانتهم في السابع من أكتوبر عندما فشلت في حمايتهم أو فشل الجيش والآن أخفقت الحكومة في إعادتهم بأمان خانتهم للمرة الثانية الحرب حماس يمكن أن تتضر سيد الدار دعني أضيف على ما تقوله للتو ربما تظاهر العشرات الألاف في تل أبيب في أيام السبت والأحد للمطالبة بالإفراج عن أسراهم هذا بالإضافة إلى اقتحام اللجنة المالية في الكنيسة هل هذه ضغوط الشعبية ربما تغير من الأولويات أو تغير من الأجندة التي يتبعها في هذه المرحلة نتانيهو وغالنت كنت كنت أردت كنت أردت ذلك ولكن الرهائن أصبحوا موضوع سياسي وربما حزبي أيضا لا يمكن أن نصدق ولكن بعض أقارب الرهائن تم الاعتداء عليهم من قبل الليكود ونتانيهو أو ليكود نتانيهو هناك من يعتقد في الليكود أن نتانيهو هو الثاني بعد الله ولا يمكن أن تكون هناك صفقة وهناك أناس توقفوا عن أخذ أي شيء يأتي من نتانيهو عفوا عن تصديق أي شيء يقوله نتانيهو وهم يائسون حتى أنهم بدأوا إضراب عن الطعام لو كنت أنا أب أو أخ أحد الرهائن لنمت بالقرب من مكتب رئيس الوزراء ولم أغادره إلى أن يعود أحبائي إلى البيت طيب سيد ساعد هل الضغوط الشعبية في هذه المرحلة ربما قد تغير من طاولة الأمور أو تغير من الترتيبات أو الأولويات كما يقول ضيفي سيد إلدار هذه الضغوطات إلها محلة طبعا بخذوها في عين الاعتبار السيد نتانيهو ومجلس الحرب ولكن في هذه نقطة الوقت اللي نحن موجودين فيها بعد 104 أيام ما بدأت تنفع ما بتفدش إحنا لازم نعطي الحكومة إسرائيل طبعا اللي هن بديروا إدارة الحرب ونعطي كل الظهر والقوة لجيش إسرائيل عشان يقدروا يعملوا كشو لازم وإنشان الضغط الحرب غاد الحربي أنا حسب رأيي بيقدر يأثر على حماس ونقدر طريق هيك نرجع المخطوفين لأهليهم بالنسبة للوضع كيف حكا صديقي ما حداش يعرف لا حماس ولا الصريب الأحمر عم بخبرنا شو وضعهم الصح وين موجودين في غزة لذلك أنا أفتكر هاي كل القويل والعديث هذا هذا بضر على مجرى الحرب وإسا ما إلو محل طيب داني أتوقف عند تلك التصريحات التي وردت على صحيفة يديعوت أحرانوت وذكرت أن جادي أزكي نوت الوزير بمجلس الحرب بيني جنس أيضا ذكر أن هناك رغبة في التوصل إلى صفقة تعيد الأسرة الإسرائيليين ولو على حساب عدم استمرار الحرب وسط معارضة كما ذكرت يديعوت أحرانوت من قبل نتانياهو وغالانت ما مادى الحديث بشكل جدي عن هذا الطرح هذا الحديث السيدة عيزين كوت فقط ابنه ووضعه بأشي جدا حرج وإحنا طبعا من شاطره في هذا الحزن والتصريحات طبعه شوي هي سياسية هي سياسية ومعروف أنه السيدة عيزين كوت هو سياسيا ضد بن يمين نتانياهو فلو في صفقة لو في مع مين نحكي زي ما قلنا قبل